اختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت مشاركته في سلسلة اجتماعات عربية مع وزراء الخارجية الأوروبيين وغيرهم في بروكسل في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الأمين العام شدد خلال مداخلته مع الوزراء الغربيين على أن استمرار إسرائيل في عدوانها يمكن أن يقود أي فرصة للسلام وينهي أي أمل في تحقيق حل الدولتين وأكد أبو الغيت أنه من الضروري في هذا السياق اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية